الصحف الجزائرية بتقول عن مشوار المنتخب الجزائري وتأهله للمباراة النهائية المحاربون عمالقة في أرض الفراعنة طبعا بتتغنى الصحف الجزائرية بهذا الإنجاز الكبير والتأهل لنهائي الأمم الأفريقية بعد التفوق على المنتخب النيجيري 2-1 في مباراة الأمس وصفت طبعا صحيفة لوسوارد الجيري لعب منشاستر سيتي بالفرعوني وصفته طبعا هذا الوصف يعني أنه بتصفه بأنه فرعون يعني أعتقد أنها نوع من التشبيه بنجمنا الكبير محمد صلاح وهذا الوصف اللي طبعا بيوصف به على مستوى تألقه أو من خلال تألقه في الملاعب العالمية والدوريات الأوروبية ودوري الأبطال أيضا اللي قدر يحصل عليه مع زملائه ونجوم فريق ليفر بول هذا الموسم ورياض محرس بالتأكيد من أكبر نجوم البطولة وساد يومانيو وقلنا من بداية التغطية منذ انطلاق البطولة ندول أكبر ثلاث أسماء من حيث الشهر عالميا الآن في عالم الكرة الأفريقية والقيمة الشرائية أو القيمة التسويقية الخاصة بيهم وهم الأقرب إلى أن يكونوا نجوم البطولة وأثر طبعا على فرص نجمنا محمد صلاح الخروج المبكر لمنتخبنا الوطني أنه لو كان استمر منتخبنا ووصل لأفاق أبعد من دور الستاشر كان حيظهر بالتأكيد وبالتبعية أكتر تقلق نجمنا وقدراته في هذه البطولة لكن ظلت الأمور في صالح كل من النجمين رياض محرس من الجزائر وساد يومانيو من السنغال ورجحت كفتهم عوامل كثيرة جدا للأداء الجماعي والشغل اللي شفناه كان جيد جدا للجهازين الفنيين لكل من السنغال والجزائر ووصولهم طبعا للمباراة النهائية صحيفة الوطن بتقول ما تحقق يعد بطوليا صحيفة البلاد يفعلها الأبطال وتتحدث عن ليلة بيضاء عاشتها الجزائر بعد الفوز على نيجيريا وكتبت صحيفة الشروق عنوان عريض مبروك كتبت صحيفة ليبرتي الخضر في النهائي بعد 29 عام وتوقعت صحيفة المجاهد الحكومية تتويج منتخب بلادها باللاقب القاري وعنوانت صحيفة الخبر الجزائر في النهائي وقالت أن منتخب الخضر سيطر على مجريات اللعب خاصة في الشوط الأول أمام منافس اختار اللعب على الهجمات المرتدة السريعة ده بتصف طبعا الجريدة الجزائرية هنا طبيعة أداء أو شكل أداء المنتخب النيجيري في هذا اللقاء اللي انتهى بفوز الجزائر 2-1 بالأمس وصعود وتأهل المنتخب الجزائري إلى النهائي خلونا قبل أن نستأنف متابعتنا للصحف العربية والتونسية تحديدا والأفريقية وسائل الإعلام واحتفاقها بالفريقين أو المنتخبين اللي تأهلوا المباراة النهائية والتركيز على طبعا أداء كمان المنتخب التونسي ناصل إليه بعد قليل